مرحبا معكم كارمي شماس اليوم نحكي عن الجمعة 29 أدار مارس اليوم الأمر موجود لليوم الثالث على التوالي يعني صرنا يومين الأمر برشة العقرب الأربع والخميس واليوم الأمر كمانا رح يكون بيه برشة العقرب أجواء بعدها مهمة جدا قوية جدا لمواليد الأبراج المائية لكن هيدا الجو بيبقى للعشرة المساء توقيت بيروت الشتوي نحنا بعدنا هلأ بتوقيت بيروت الشتوي الأجواء إذن مهمة لليوم الثالث على التوالي لألكم مواليد برشة العقرب بالدرجة الأولى القوية عنكم ياها أنتم الأقوى وفي عنا طبعا مواليد برشة الحوت وبرشة السرطان وطبعا اليوم نهار المساء بتغير الجو بإخر المساء أو يمكن بعض الظهور حسب أنتم وين موجودين القارة الأمريكية بيصير أفضل للأبراج النارية يعني هيدا نهار تقريبا في عنا حوالي ست أبراج مفروض يكون نهار الجماع عندها ممتاز بغض النظر طبعا معروف أنه ستبت رح بيكون مختلف مع الأمر ببرش القوس إذن يلي ما سمع برشة الأسبوعية تقدروا تدخلوا وتسمعوا برشة الأسبوعية لتعرفوا كيف عطلة الأسبوع أصلا بدأت تكون المهم خلونا نبدأ مع الأبراج البداية مع برشة الحمل يلي اليوم نهاره وإن بدأ بطريقة نوعا ما نوعا ما مش مملة لكنها شوي متطلبة وشوي تقيلة لأنه تعبته تعبته من أول أسبوع وإنتوا متعبين مرهقين عم تشتغلوا عم تركدوا عم بتحسنوا إن كانت أمور مع أشخاص مع ظروف معاكسة مع التعب كان خصوف ما كان سهل عليكم فهلأ بلشت أمور شوية تتحسن طولوا بالكم ليوصل الأمر لبرش القوس طولوا بالكم لحتى الأمور تتسهل خاصة مواليد أربعة وخمسة نيسان أبريل منروح لبرش الثور يلي الجو عنده بعرف معاكسه أمور بيشتغل 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 عنده نية طيبة قلبه طيب عم بيشتغل بكل نية جيدة فجأة بيطلع له شيء بيسكر بيوجه لكن بقلكم إنه هادي القصة من الأمر وأيضا من الشمس شوية شوية بتتحلحل من الأمر الشمس بعدها موجودة معكم وبالتالي هيدا الجو مكمل معكم تقريبا لتسعتاش عشرين يسان أبريل فتكونوا منتبهين كل ما يكون نهار مع الأقل حظا وأنا بحكيه بالأبراج الشهرية تنتبهوا كل ما يكون نهار جاي بتستفيدوا منه اليوم هو من الأيام الأقل حظا فكونوا حذرين للعشرة المساء خاصة 11-12-13 نوع أيار معيون الشاوزاء اليوم مولي برش الشاوزاء ووصول الأمر لبرش القاوس يمكنني غير شوية مخططات عندكم فاللي عمل حسابه إنه فرايدي نايت يمكن تكون رائعة معقول تكون رائعة لكن انتبهوا معقول يدخل على الخط شخص أو ظرف ما ما كتير على زوجكم فمتنقول مثلا عاملين محضرين شيء فجأة بيطلع بآخر المساء بتلاع لكم خبرية بتلاع لكم إنه في شخص ما راح يجي شخص راح يجي مش معقول حسابه أو ما بتكون يكون موجود أو رايحين مطرح ما بتلاقوا مطارح بتكون عملوا حساباتكم إنه في احتمال المساء تتغير الظروف مش بالضرورة تكون سلبية للآخر لا لكن نوعا ما بتعود على أعصابكن برش السرطان طبعا تأثيرات حلوية من الأمر هنا لك إيجابيات هنا لك فرحة لألكم هنا لك تسهيلات بسير الأمور حتى لو راح الأمر لبرش القاوس لأنه مثلث مع الشمس هو كوكبكم بتدلكن مرتاحين شوي لكن المستحسن ونستحسن إنه هالاتصال تقوموا فيه قبل ما ينتقل للأمر لبرش القاوس ليه لأنه التأثيرات الممتازة هالمثلثات الكثيرة والحلوة والغنية والدسمة المشبعة بالحصوص حكيت عننا يوم الخميس اللي حتكون مع الأمر لبرش العقرب منروح لبرش الأسد ياللي منتظاره فرحة كتير حلوة لما الأمر يوصل لبرش القاوس فقدنا شوي 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 ندولب 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 لنوصل للمساء للعشر المساء ليوصل الأمر لبرش القاوس فرحتكم بتكون كتير مهمة لأنه بتتغير البهجة نوع البهجة رح بيكون كتير مهم فيه احتمال إنه يفرح مولو برش الأسد بي 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 اتصال بي زيارة في شيء بي سير يمكن يتم السبت مثلا أول أحد فبالتالي ما تنزعوا إذا بعد شيء عنكن شغلة يسمت عملوا عملوا وأنتم متفائلين لأنه في احتمال كتير كبير أنه يرجع الدولي بالحظ لعنكن بعطلة الأسبوع الممتازي طولوا بالكم على حالكم وعلى غيركم العذراء موليد برش العذراء بعرف أنه مشغولي بعرف أنه رق دين بعرف أنه في تقل عليكم في مسؤوليات منها سهلي لكن هذه الأمور نوعا ما تقدروا تحلوها يلي ما حلح الأموره الخميس والجمعة الأربعة والخميس بعد في عنده اليوم رجاء حلح الأمور مع كل العشرة المساء لما بيروح الأمور لبرش القوس في احتمال أنه نوعا ما تنتقلوا بفكركم بنفسيتكم بيموتكم مازاجكم إلى مسائل نوعا ما بتشغل بالكم أو تبلشوا أنتوا تهمهموا شوي لأنه في مشاعر بتدخل على الخط عواطف بتدخل على الخط الميزين النهار حلو مع الأمور برش العقرب ورح بيكون بعد حلو أكتر لما الأمور بيروح لبرش القوس بتصير الأمور نوعا ما نوعيتها نوعية الأجواء لطيفة أكتر متعاطفة معكم أكتر محبة لأيكم أكتر متساهلة معكم أكتر الأمر برش العقرب كمان متساهل معكم لا يوجد مشاكل فقط حافظوا على رسأنتكم وثقة بنفسكم وشو ما صار يا جبل ما يهزك ريح ما تنسوا أنه أنتوا أقوياء جدا ومبلشين هذا الأسبوع والأمر ببرشكم العقرب شو بدي أقولي موالي بوش العقرب بعد ظروفكم مهمة بعده الأمر ببرشكم وبعدكم مهمين بنظر نفسكم بنظركم بنظر الآخرين أبدا ما تستخفوا بحالكم موالي بوش العقرب بيطلع بقيكم شغل كتير كنيح وكتير كتير مرتب أولادكم أصدقائكم ناس منحاولكم يلهي من موالي بوش العقرب اليوم تقدروا تتكلوا عليها إذا عرفتوا طرحتوا السؤال أو الطلب أو التمني أنتوا كمانا شغلكم مهم والتغييرات عم بتدق بابكن القوس بدكن تنطروا مثل ما صار اليومين عم بقول انطروا ليوصل الأمر لبرشكم عند إذن تبرم الأمور لصالحكم بعرف في أمور مش على زوقكم بعرف ما نكون راضين مية بالمية أصلاً محداً راضين مية بالمية الأمور عم بتصير لكن طبعاً الأمر بوش العقرب دايماً بيحبط بعض الأماني وبعض الأمنيات عند موالي بوش القوس معلش لما الأمر بروح لبرشكم ساعتها الأمور بتبرم وفي عندكم مفاجآت سارة عم تمنكن فطولوا بالكن ما تنزعوا ما تحرقوا خط الرجعة طبعاً فترة فترة وجود الأمر بوش العقرب بتلكون انتبهوا تابعوا عمالكم تابعوا عغراضكم وتحطوها الشدي مواليد بوش الشدي فرحتكم حلوة وبعدها كاملة بعدها متكاملة بعدها مكملة وبعدها ميشي ومستمرة فرحتكم مع الأمر بوش العقرب هو اللي عم بيساعدكم هو عم بيبرمج الأمور هو عم بيسرة لما بيروح انتبهوا 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 لما الأمر بيروح لبرش القوس راح تدخله بفترة متعبة من ليلة الجمعة وبتكمل كل عطلة الأسبوع يعني عطلة الأسبوع منها الأدية روعة إلا إذا أنتو تكلتوا عحالكم إذا بتتكلوا على نوعية الوقت يمكن ما تفرحوا الفرحة اللي أنتو بتكون ولكن تشتغلوا على حالكم تحطوا حالكم بمزاج حلو ومتفائل حتى تفرحوا لما الأمر بيصير ببرش القوس الدلو موالي برش الدلو الأمور لحي تدخل بمرحلة انفراج لما الأمر بيطلع منها المربع ويروح لبرش القوس الصديق لكم تدخلوا بجو فيه شوية مرح وشوية انتعاش وشوية هيسة يعني في عندكم ليلة الجمعة سبب والأحد عطلة أسبوع مريحة جيدة تعطيكم طاقات كتير حلوة أنتو بيأمسل حاجة لإلا وهي الفترة الأنسب لحتى يصير في تعاطي أو تداول بمسائل أمهمة الأمر برش العقرب لا بأس به مع أنه متعب ومع أنه شوي بيرخة تقلو عليكم فحاولوا أن تكون ما تضخموا الأمور ما تبالغوا فيها خاصة 22 23 كنون الثاني يناير نكمل مع برش الحوت موليد برش الحوت الأمر من برش العقرب هو الأنسب لألكن يعني بين الأمر برش العقرب والأمر برش القوس أكيد الأمر برش العقرب هو الصديق لألكن هو يلي بساعدكن يلي بمشي الأمور هو يلي بخذكم بيدكم بيلكون يلا تفضلوا وحققوا لبادكم يهيه سوف تدخل بأجواء مختلفة لتأثيرات تقيلة من المريخ من زحل ونبتون لذلك فترة وجود الأمر في برش العقرب هي الأفضل والأريح للجميع تكونوا جداً حذرين موليد 25-26-27 شباط فبراير الأكثر حظاً دعونا نرى في احتمال أن تكون موليد 11-13 أدار مارس بختم مع مولود 29 أدار مارس يلي بانتظاره سنة بتحمل هيد السنة مفاجآت مفاجآت كتير كبيرة مفاجآت جديدة مختلفة عن اللي انتم منتظرينه مفروض تكونوا عارفين شو حطين قدامكم بروغرام لهيد السنة على الأقل هدف مهم أو هدفين السنة رح تقدم لكم أكثر من فرصة أكثر من خيار مختلف عن العنوين العريضة وبيدخل أو بيدخل على هذه السنة أيضاً خيار لقلكن تنقلوا من مؤسسة إلى أخرى أو حتى من مكان إلى آخر نتمنى لجميع يوم سعيد إلى اللقاء باي باي